السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناتي معكم اسماء من قناة اسماء لابخ اسماء كويزين اليوم راح ندره مع بعض وصفة سهلة وصفة خفيفة مليحة القهوة العاصر وقهوة الصباح وهي عبارة عن مسكوتشو ولا كيك بدوق البرتقال وفي هذا المسكوتشو نخدمه غير بسوجة حبات بيت ورحين نشوفه يعني كمية كبيرة وبسم الله على بركة الله نبدأ بتحضير الوصفة مع استعراض المقادير في نفس الوقت الوصفة اليوم راح نحتاج الى كاس سكر كما تعودتوا دائما نستعمل الكاس بمقدار 250 مليلتر وهو يبارا عن كاس كبير زوج حبات بيت من الاحسن ان البيت يكون على درجة حالة الغرفة من بعد نضيف عليه بشر حبة برتقال راح نضيف عليه ملعقة صغيرة من الفانيلا من بعد ناخد الخلط اليدوي ونبدأ في خفق المكونات حتى يتجنسوا النام ويتخلطوا والخليط يبيط حوالي 5 دقائق من بعد يبيط النام يخفاف نضيفه في نفس الكاس كاس من الزيت ونضيف نضيف كيكا ونضيف الفرن يسخن حبات البرتقال ونضيف العجو ونضيف فوق الخليط الخليط نضيف السوائل عصير حبات البرتقال مع كاس من الحليب نضرب مليح من بعدها نضيف المواد الجافة من ثلاث كيسان وزوج اكياس من خميلة الحلويات كل كيس بمقدار 10 غرام يعني 20 غرام من خميلة الحلويات كما اشتوا انا ضفت الكاس الأول وثاني راح نضيف الكاس الثاني لكن الكاس الثالث ما نضيفوش كامل يعني بعض الاخوات يقولوا ليعطينا المقادير يعني بالضبط لكن فارينا ما قدش نعطيكم مقدار بالضبط لانه انا واحدة ساعات فارينا شريها تكون تشرب سوائل ساعات فارينا تكون متشربش انا قولكم تقريبا ثلاثة انتو ما ضيفو زوج ونص خلطوا وانتو تعرفوا عنكم هي ميزانكم كيف تتحصلوا على القوام الكيك لي مرفين يعني نخدموهم تعودين عليه احبسو ووزا تباو بليجي يعني ماركوش مضطرين انكم تضيفو هدو كتلت كيسان كاملين كيماشتو انا هنا مازالها خفيفة بعد ما ضفت زوج كيسان ونص راح نضيف كيماشتو قاعد لي واحد زوج مغارف كبار من هذا الكاس الثالث لانه شفت بلي مراحش يحتاج لي هديك الكمية كاملة هدي كمية اللي قاعدت لي من بعدها اراح نضرب شوية ودائما لما تضيفو الفارينا منصحكم شأنكم تقعدو تتضربو 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 شوية برك الوقت لي جانس وكملو دخلو الفارينا نستعمل ملعقة انا هذا هو القوام لحباته خفيف بزاف من بعدها اخذ امول يكون هكا كاري وكل واحدة ولمول ونبدأ نحطه في هذا المول لسوات دهنوه بالزيت بالزبدة وزيدو ديولو شوية فارينا هكذا تأكدو انو الكيك تاكم ما راحش يلسقلكم انا احنا راح نكمل نحط الكمية تاعي كاملة من بعدها كما راح نشوفوا معايا راح نجرب اني نسوي سطح تاعها باش يجينا كامل باردفاع واحد من بعد كيت طيب ما جيناش جيهات طلعة وجيهات حبطة فلوقاتو اللي انا نحضره مع بعض وكما سبقتوقت لكم الفرن تاعي له يسخن على درجة 180 درجة انا الفرن تاعي يشعل من الفوق وملتحت كل واحدة كل اخته تعرف الفوق تاعها لي متعودة انها طيب الكيك تاعها ملفوق وملتحت طيب وملفوق وملتحت ولي عندها الكوشة غلي تشعل ملتحت تشعل ملتحت كي تشوفوا بداي طيب على الجوانب طفي لتحت وتشعل من الفوق حتى يتحمر لها كل واحد يعرف لفوق تاعه انا هنا كماشتو خبطتو خطرة ولازو توقلو بلونتو تخافي حتى تخلصت من هدوك فقاعات الهواء وحبيت نوري لكم انه الفور تاعي يراه على 180 درجة وكما قلتكم لفوق تاعي يشعل من الفوق وملتحت انا هكا نغلق عليه ونخليه حتى يطيب بعد ما يطيب ودائما تتأكدو انه الكيك تاعكم بهذا الشكل يعني تاخدو عود وتتقبوح وهو يعني هدوين خرجتو ومازالو هكا كسخون ندهنو بالمعجون انا هنا كما كان سبق وحضرت معاكم معجون صفرجل من بعد كما اشتو القشور وهذيك زريعة تاع صفرجل كنت حضرت بيها انجولي نستعملها هكذا فليكيك اللي سابل نستعملها في حاجات انا كما قلتكم استعملت لاجولي بتاع صفرجل والاخت استعمل لاجولي من بعد دردروا عليه خليط مكسرات دردروا عليه كوكا ولوز جوز نواد كوكو انتو ما وش حبيته يعني ما كوش لازم تديروا هكا خليط مكسرات من بعدها خليته برد غطيته وقطعته وهاوليك اللقات التعنا صدقوني شكل ورائع دوقه ولا ارواح دمنا ياربي انكم تجربوا هاد الوصفة البسيطة لما راح تكلفكم بزاف لكن راح تفرح اولادكم والعائلتكم وانا اقول لكم كما العادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما تنساوش تشتركوا على القناة وما تنساوش تخلو لي دي كومنتر دي لايك وتشاركوا الفيديو والسلام الى الوصفة القادمة ان شاء الله شكرا حبيباتي مع السلامة شكرا حبيباتي مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا حبيباتي مع السلامة